طلبة وطالبات التعليم الفني التجاري في حلقة جديدة من حلقات الرياضة المالية حلقة إسرائية لكل المهتمين بمجال الرياضة المالية طبعاً الرياضة المالية هي إحدى فروع الرياضيات التي تهتم بعمليات التمويل والاستثمار النهاردة إن شاء الله بحلقتنا هنتكلم عن موضوع مهم جداً 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 اللي هو موضوع الأوراق التجارية ناس كتير بتسألنا عن الأوراق التجارية وإيه طبيعتها وإيه الفرق بين الورقة التجارية والورقة المالية وده اللي إحنا عاوزين نركز عليه في حلقتنا النهاردة علشان كمان في التعاملات الحياتية اليومية بنتعرض لعمليات زي البيع والشراء الآجل زي أدوات الوفاء بالديون أدوات الاقتمان فالكلام ده كله عاوزين نعرفه النهاردة بالتفصيل مع بعض أول حاجة يعني إيه ورقة تجارية أو إيه الفرق بين الورقة التجارية والورقة المالية الأوراق التجارية اللي عندنا بتنقسم إلا أو تعريف الورقة التجارية طبعاً الأول أو لما نجي نتكلم في الأوراق التجارية إزاي نشأت الأوراق التجارية؟ في التعاملات في الأسواق المالية وأسواق البضائع بينظر التعامل دايماً بالنقود يعني دايماً مش كل تاجر بينزل مع 100 ألف جنيف جيبه أو 50 ألف جنيف جيبه لا دا ممكن بيشتري وبعد ما يشتري بيكتب كمبيالة أو بيلمضي شيك أو بيعمل الكلام دا كله فالتعامل في الحياة اليومية بينظر فيه التعامل بالأموال مباشرة يبقى أول حاجة عايزين نقولها قلنا إن ينظر التعامل في الأسواق التجارية والمالية بالنقود بل يتم التعامل بالأوراق التجارية لنتعرف معاً على الأوراق التجارية هذي قلنا إن الأوراق التجارية هي أوراق بتتداول بين الأفراد أو بين التجار واللي بيحصل في موضوع الأوراق التجارية دا إن الورقة التجارية نفسها ليست في ذاتها يعني الكنبيالة نفسها اللي انت بسيكها دي مش كميتها ككنبيالة بل كميتها بما تحتويه من نقود أو المبلغ المدوم فيها من نقود وطبعاً بتتميز بالسهولة سهولة الحمل وسهولة التعامل والأمان يعني لو حضرتك رايح تشتري بضايع بمبلغ مثلاً 150 ألف جنيه علشان تاخد 150 ألف جنيه معك في عربيتك أو تركب بيهم واصلات بتكون الدنيا معك فيها قلق وفيها ريسك ومخاطرة طيب إيه اللي بيحصل؟ ممكن لو أنت بتتعامل مع التاجر والمحل دا عارفك أو التاجر دا عارفك بتبتلي تاخد البضاعة وتكتب شيك أو بتكتب كمبيالات أو بتكتب سند إذني وطبعاً الطريقة دي بتكون أسهل وأأمن على التاجر سواء الدين أو المدين بعد كده بنروح نشوف الورقة التجارية دي اللي بيحصل فيها أول حاجة احنا قلنا أن الأوراق التجارية قد تكون شيك وقد تكون كمبيالة وقد تكون سند إذني طيب عندنا بعض الأوراق التجارية علشان برضو فيه ناس بتخلط بين الأوراق التجارية والأوراق المالية الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية الأوراق التجارية زي ما احنا اتفقنا مع بعض بتكون إما أداة وفاء يا إما أداة اقتمال يعني ايه كلمة دي برضو اداة وفاء يعني انا واخد من حضرتك بضيع وعايز اوفي الدين اللي عليها حضرتك انا ما ديون لحضرتك عشان اخدت منك بضيع وعايز اوفي الدين اللي عليها فهنا بنسميها اداة وفاء وادوات الوفاء بالديون ياما الاصال اكتبع نفسي اصال وادفعه ياما الشيك يبقى هنا دي اسمها من ادوات الوفاء بالديون طيب في بقى ادوات تانية اسمها ادوات الاقتمان يعني هي أدوات الاقتمان يعني أن حضرتك تضمن حقك أن أنا أخذت منك بضاعة وعايزك تضمن حقك أن أنا أخذ منك البضاعة دهيت في اليوم الفلاني وليك عندي كذا فبعمل أداة اقتمان زي الكنبيالة أو السند الإذن يبقى عندي الأوراق التجارية نوعين يأما أدوات وفاء يأما أدوات اقتمان أدوات الوفاء اللي أنا أدفع بها في المعاملات العاجلة زي الشيك أنا حضرتك خط منك بضايع وليكن بعشرين ألف جنيه ومتكاتب لك شيك خلاص حضرتك بتاخد الشيك بتصرفه من البنك وطبعا الشيك هنا لازم نعرف طبيعة الشيك كويس الشيك إيه اللي بيحصل فيه الشيك اللي بيحرره شخص له حساب في البنك يعني حضرتك بيكون لك حساب في البنك مسبقة والبنك بيبتدي يديك دفتر شيكات علشان تتعامل بيه يبقى هنا الشيك بيحرره شخص له حساب في البنك بيأمر فيه مين؟ يأمر فيه البنك نفسه بدفع مبلغ معين لشخص عند الطلب أو لحامله يعني ممكن يكون لشخص معين أو لحامل هذا الشيك لذلك هنا ما ينفعش أي حد يكتب شيك لازم الشخص ده يكون له حساب فين؟ في البنك طيب هنا الشخص اللي حرر الشيك اسمه إيه؟ اسمه الساحب اسمه إيه؟ الساحب يبقى دايماً الساحب ده هيكون شخص الساحب عندي بيكون شخص طيب البنك هنا اسمه إيه؟ البنك هنا هو المسحوب عليه يبقى دايماً في الشيك المسحوب عليه بيكون بنك يبقى الساحب بيكون شخص والمسحوب عليه بيكون بنك طيب هنا فيه طرف تالت في الشيك اللي هو اسمه المستفيد اللي هو مين؟ المستفيد وليكن عندي الشخص سين سحب شيك للشخص صاد على البنك الأهلي مثلا يبقى كده أنا عندي ثلاث أطراف في المعاملة الشخص سين اللي هو الساحب البنك اللي هو المسحوب عليه الشخص صاد أو التاجر صاد اللي هو المستفيد أو ممكن الشخص سين ما يكتبش اسم صاد في الشيك ويقول هذا الشيك لحامله لحامله بقى يبقى ياخده عين ياخده صاد أي شخص يروح يصرف هذا الشيك اللي هو الايه؟ الشيك لحامله يبقى أنا كده عرفت أن أطراف الشيك كم طرف؟ ثلاث أطراف الساحب والمسخوب عليه والمستفيد طيب هنا احنا اتفقنا ان الشيك اداة ايه اداة وفاء وفي المعاملات العاجلة طيب عندي كمان ادوات الاقتمان ادوات الاقتمان دي دايما بيكون لها اجل الا اذا كانت كمبيالة عند الاطلاع وبرضو بنلجأ للكمبيالات دايما لو انا هدفع المبلغ بتاع البضاء ده بعد اسبوع بعد شهر بعد شهرين علشان كده الكمبيالة بيكون فيها تواريخ مختلفة الكمبيالة دي بيحررها شخص على شخص اخر يبقى انا عندي دائن ومدينة الكمبيالة بيحررها شخص على شخص اخر مفيش البنك هنا مش طرف في الموضوع دائن ومدين انا رحت اشتري من حضاك بضاعة وبعدين عشان تضمن حقك مضتني على كمبيالة يبقى ان الكمبيالة لها طرفين دائن ومدين الدائن والايه والمدين ممكن بقى الكمبيالة عندي هنا تتكتب لصالح شخص تاني ما عنديش مشكلة ولكن انا عايز اقولك ان الكمبيالة هنا اداة اقتمان يعني ايه اداة اقتمان يعني حضرتك انا باعتمنك على هذا المبلغ في حين المدة اللي احنا هنتفق عليه ولتكن شهر لتكن شهرين يبقى انا لو اتفقت مع حضرتك اني جيت اشتري من عندك ادوات كهربائية ودي اشهر الحاجات اللي احنا بنتعامل فيها فتاجي الادوات الكهربائية هيقسم لي المبلغ ده على عشر دفعات او على عشر تقصات وهيعمل لي عشر كمبيالات انا واخد حاجات بعشر تلاف جنيه فقام عامل لي كل كمبيالة بألف جنيه طيب الكنبيالة ده استحق بعد شهرين يبقى كل شهرين هدفع للراجل ده ألف جنيه او كل شهر هدفع للراجل ده ألف جنيه فبياخد حقه عن طريق كمبيالات يبقى دي اسمها اداة اقتمان اللي هو بؤتمنك على هذا المبلغ لمدة محددة يبقى لما هنرجع تاني نقسم الاوراق التجارية هلقيني بقسم الاوراق التجارية زي ما احنا شايفين لأدوات وفاء زي الشيك وزي الكنبيالة وزي السند الازني يبقى عندي شيك وعندي كمبيالة وعندي سند الازني اللي هي دي الاوراق التجارية هتتقسم ازاي بقى هناك من الاوراق التجارية ما هو اداة اقتمان زي الكنبيالة والسند الازني وهناك من الاوراق التجارية ما هو اداة وفاء مثل الشيك طيب أنا عندي في التعاملات اللي بتتم بيننا احنا لازم هنرجى لأولاق التجارية لأن الأسواق ما بقتش زي زمان بقت المعاملات أكبر في القيمة وأكثر تعقيدا فبالتالي وكمان بدأت المعاملات تتم بين التاجر أو بين الدين والمدين عن طريق الأولاق التجارية يبقى أنا عندي كده زي ما احنا شايفين أن الأسواق أصبحت أكبر وأصبحت متشابكة أكتر والبضايع كمان أصبحت متعددة وبالتالي فهضطر أن أنا ألجأ للأولاق التجارية في التعاملات بتاعتي طيب عندي كمان حاجة مهمة جدا عاودين نقولها عن الأولاق التجارية الأولاق التجارية جبعة زي ما احنا عارفنا بتعتبر من طرق الوفاء بالديول عندي قلنا الوفاء نقدا اللي هو الإصال النقدي والوفاء بالشيكات أو الدفع العاجل ودي كلها وسائل أو أدوات وفاء وأدوات الاقتمان زي ما قسمناها قلنا بتكون لضمان الحقوق المالية بين الدائن والمدين زي الكنبيالة وزي السند الإذني طيب حضرتك عايزين نتكلم شوية عن موضوع الكنبيالات الكنبيالات هنا عايزة أعرف الفرق بين الشيك والكنبيالة زي ما حضرتك سمعتنا من شوية قلنا أن الشيك أداة وفاء والكنبيالة أداة اقتمان الشيك هنا بيتم التعامل بيه في المعاملات العاجلة يعني فكرة الشيك كلها أن أنت مش عايز تشيك فلوس كتير في جيبك ولكن هتدفع عاجل هتدفع يعتبر نقدي تمام؟ لأن الشيكات كمان تعتبر من العاملات السريعة فالشيك ده يعتبر عملية نقدية سريعة عاجلة ما هيش فيها تأخر أو فيها تأجيل يبقى قلنا زي ما احنا عرفنا مع بعض أن الشيك من أدوات الوفاء بالديون وعندي الشيك ده بيكون مسحوب على بنك الشيك بيكون مسحوب على بنك أو تعريف الشيك أنه أمر كتابي بيحرره شخص له حساب في البنك بيأمر البنك بدفع مبلغ معين لشخص ما أو لحامله يعني الشيك هنا الراجل اللي فتح الحساب ده بياخد دفتر شيكات وبيبتدي يحرر من هذا الدفتر شيك كل ما يحتاج خد بضعه بخمس تلاف بيكتب للشخص الشيك بخمس تلاف يبقى هنا ده محرر كتابي يحرره شخص له حساب في البنك بيأمر فيه البنك اللي هو بيتعامل معاه بدفع مبلغ معين لصالح طرف ثالث يسمى المستفيد يبقى الشيك ده يعتبر من الأدوات العاجلة يعني أداة وفاء بالدين طيب فيه كمان الشيك ليه أطراف أطراف الشيك من أطراف الشيك يا جماعة اللي هو قلنا الساحب والمسحوب عليه والمستفيد مين هو الساحب؟ دايماً شخص له حساب في البنك يبقى دايماً الساحب اللي هو الشخص صاحب هذا الحساب في البنك طيب الساحب هنا دايماً هيكون ليه حساب في البنك مسبق يعني مش أي حد يكتب شيكات وهو ملوش حساب في البنك لا طبعاً لازم يكون ليه حساب في البنك والبنك بيبتدي كارل من الإمضة بتاعته بالإمضة اللي موجودة عنده في نموذج التوقيع ويبتدي يصرف هذا الشيك على هذا الأساس يبقى كده عرفنا أن أول طرف من أطراف الشيك هو الساحب تاني طرف اللي هو المسحوب عليه تاني طرف من أطراف الشيك اللي هو الشخص المسحوب عليه البنك المسحوب عليه يبقى دايماً المسحوب عليه في الشيك биكون بنك يبقى أنا عندي الشيك بيتم بين شخص وبنك لصالح طرف ثالث شخص آخر يسمى المستفيد أو لحامله زي ما احنا اتفقنا يعني ممكن الساحب يكون هو المستفيد ما عنديش مشكلة ولكن احنا بنتكلم ان الشيك بيحرره شخص لوح حساب في البنك والبنك ده بيبتدي ياخد أوامره من الساحب أو الشخص اللي حساب في البنك ده بيصرف عليه على هذا الأساس موضوع الشيك طيب عندي الطرف الثاني للشيك اللي هو المسحوب عليه وقلنا البنك خلاص وعرفناه آخر حاجة الطرف الثالث اللي هو المستفيد يبقى احنا اتفقنا ان المسحوب عليه دايما بيكون هو بنك اللي مفتوح به المفتوح عنده الحساب عندي الطرف الثالث اللي هو المستفيد المستفيد هنا جماعة بيكون شخص الذي سحب لمصلحته الشيك أنا ليه فلوس عند حضرتك وحضرتك روحتي مديني فلوسي بشيك يبقى أنا هنا في الحالة دي المستفيد يبقى أنا هنا في الحالة دي المستفيد أو قلتلك علشان أنا ممكن ما أكونش فاضي اعمل لي هذا الشيك لحامله أبعت أي حد البنك أي شخص يروح البنك بهذا الشيك يبتدي إيه يصرف الشيك يبقى دسم الشيك لحامله طيب كده احنا اتكلمنا عن الشيك وعايزين نتكلم كمان على موضوع الكنبيالة الكنبيالات بتتم في المعاملات التجارية وطبعا المعاملات التجارية اللي بيننا بتكون بضايع مقابل أموال ولكن هنا مع سرعة الحياة التجارية ممكن يكون لتشجيع البيع أبيع بالأجل أبيع بالأجل يعني ممكن أقولك أنا هبيعلك وفلوسي أخدها منك بعد شهر يعني بعتلك بضاعة وعاوز أخذ الفلوس بتاعتي من حضرتك بعد شهر إيه الهدف من ده تشجيع البيع حضرتك لما يكونش ممكن بعض التجار بيكون في عصارات مالية أو لسه ليه فلوسي تيجي بعد شهر فمش هيقدر يشتري دلوقتي نقضاً إيه اللي بيحصل معاه؟ أول حاجة بتحصل معاه بيروح للدائن يقول له أنا هاخد منك بضاعة وأبتدي أسدد لك تمنها مثلاً بعد شهر فهنا دي اسمها عملية اقتمان أو بيع بالأجل أو بيع بالأجل أو بيع على الحساب هنا البيع بالأجل أو البيع على الحساب بينشأ عنه أداة اقتمان أنا عايز أضمن حقي أنا خلاص اديتك اديتك البضاعة اللي أنت عاوزها وعاوز أضمن حقي أن الفلوس دي أو دايماً أنا اديتك البضاعة وعايز أعرف أنا ليه قدي عندك يعني ممكن من قطر العمليات بتبتدي الفلوس تتلخبط أو ممكن أنسى أنا ليه عندك قديه فبنكتب محرر كتابي بالمبلغ اللي ليه يبقى أنا قلت الكنبيالة هنا تعتبر أداة اقتمان زي ما حضراتكم بتشوفوا دايماً في محلات الأدوات الكهربية والأدوات المنزلية لو حد بياخد حاجات بالقصد بيبتدي مضي على الكنبيالات علشان يضمن حقه أو يعرف اللي ليه بعد شهر بعد شهرين بعد ست شهور بيبتدي يكتب الكنبيالة لذلك الكنبيالة أنت بتلاقي فيها توريخ مختلفة علشان كده عايزين نتكلم على موضوع التاريخ ده شوي والكنبيالة دايماً لها مدة إلا إذا كانت عندها الاطلاع التوريخ اللي في الكنبيالة بتتمي إزاي أو إيه اللي بيكتمي فيها وليكن جينا في يوم واحد واحد الفين واحد وعشرين سنة واحد وعشرين يوم واحد واحد في بداية السنة أنا روحت اشتريت تلاجة التلاجة دي أنا اشتريتها يوم واحد واحد وكتبت على نفسي كمبيالة المفروض تستحق بعد ست شهور يبقى هنا أنا اشتريت تلاجة بعشر تلاف جنيه ده كان يوم واحد واحد وقلت إن أنا هاخد هذه التلاجة ومش هدفع فلوسها دلوقتي التاجر عارفني بس عشان يضمن حقي كتب كمبيالة العشر تلاف جنيه ده لا يستحقوا بعد عشر بعد ست شهور قال أنه في كمبيالة مكتوب تاريخ التحرير واحد واحد الفين واحد وعشرين ما هو تاريخ التحرير بقى؟ يعني ايه تاريخ التحرير ده؟ قلت لي تاريخ التحرير عبارة عن التاريخ الذي كتبت فيه أو حررت فيه أو صحبت فيه هذه الكمبيالة يبقى تاريخ التحرير ده اليوم اللي احنا كتبنا فيه الكمبيالة يبقى أنا عندي حاجة اسمها تاريخ التحرير طيب احنا اتفقنا مدة الكمبيالة كان قلت لي ست شهور يبقى هنا بقى عايز أشوف تاريخ الاستحقاق تاريخ الاستحقاق ده بتضيف الست شهور أو مدة الكمبيالة دهيت أو مدة الاستحقاق أو مدة الكمبيالة اللي عندي على تاريخ التحرير يبقى احنا اتفقنا اننا المدة الكمبيالة بعد ست شهور وتاريخ التحرير بتاعي كان واحد واحد ايه اللي هيحصل هتقول من واحد واحد عشان يعدي ست شهور هتبقى واحد سبعة هتبقى كام أو تلاتين ستة أو واحد ايه سبعة يبقى احنا اتفقنا على حاجة مهمة جدا الكمبيالة لها تاريخ تحرير ولها تاريخ استحقاق تاريخ التحرير بتاع الحالة اللي احنا نسألين عليها كان واحد واحد تاريخ الاستحقاق كان واحد سبعة ده كلام كويس جدا يبقى حضرتك ما تقدرش الطالب حضرتك كدائن ما تقدرش الطالب المدين قبل هذا التاريخ آه خلاص انت اديت البضاعة وخدت كمبيالتك ما تقدرش الطالب المدين بالكمبيالة قبل تاريخ واحد سبعة لان معاده لسه مجاش وده اتفاق بينكم وموجود في الكمبيالة او المحرر اللي موجود بينكم يبقى انا هنا عندي تاريخ استحقاق وتاريخ تحرير اللي هم التاريخين بتوقع الكمبيال طيب عايزين نتعرض لحالة كده بقى يعني غريبة شوان او الاول نخلينا في الطبيق بتاعنا جيهم واحد سبعة والراجل جهز فلوسه وراح لمين للدائن بتاعه انا جيت لحضرتك في المعاد اللي احنا متفقين عليه عاوز ادفع تمن الكمبيالة بتاعتي او مقدار الكمبيالة بتاعتي اتفضل ادي العشر تلاف جنيه وديلي الكمبيالة يبقى هنا انا دفعت اللي علي واخدت الكمبيالة بتاعتي هنا الحالة دي اسمها حالة طبيعية جدا وهنا الراجل كان عنده استعداد لدفع الدين في تاريخ الاستحقاق بتاعه فما عنديش مشكلة طيب هل هنا بقى الدائن يقدر يزود عليه اي فلوس تقول لي لا ده انا دفعت في معادي يبقى اي مشكلتي لا لو انا علي عشر تلاف ومعادهم واحد سبعة وانا فعلا في يوم واحد سبعة رحت دفعت العشر تلاف بتوعي فكده خلاص انا في واحد سبعة ده انا بقول لحضرتك اتفضل العشر تلاف جنيه ما تقدرش تاخدهم مني عشر تلاف وواحد لان قيمة الكمبيالة هنا دفعت في موعدها يبقى خلي بالك القيمة هنا اسمها ايه؟ اسمها قيمة اسمية اسمها ايه؟ قيمة اسمية يبقى قيمة الكمبيالة او القيمة اسمية للكمبيالة هي قيمة الكمبيالة في موعد استحقاقها يعني فعلا جيت في موعد الاستحقاق قلتلك تتفضل العشر تلاف جنيه بتوعك يبقى هنا قيمة الكمبيالة هنا هتساوي او نسميها قيمة اسمية يبقى لما نجي نقول ايه هي القيمة الاسمية تاني تقول لي هي قيمة الورقة التجارية في موعد استحقاقها يبقى قيمة الكنبيالة أو القيمة الاسمية هي قيمة الورقة التجارية إم تبقى في موعد استحقاقها طيب هل في حد ممكن ما يدفعش الكنبيالة في موعد استحقاقها؟ فيه كتير جدا يعني في المعاملات التجارية أنا متفق معاك أنه هجيب لك فلوسك 1-7 حصل عندي ظروف وده بيحصل كتير جدا في التجارة وما قدرتش أوفي الدين بتاعي في 1-7 على الأقل بروح للدين بقول لو سمحت أنا مش قادر أدفع 1-7 وعايز أخليهم 1-10 عايز أأجل الكنبيالة دي لـ 1-10 قلت لي يعني حذلك عايز تاخد كمان 3 شهور بس أنا هنا هتطر أحسب فوائد تأخير هتطر أحسب فوائد تأخير يبقى هنا لو حسب لك فوائد تأخير وليكن 300 جنيه 300 جنيه دول حضرتك هتدفعهم زيادة على القيمة الإسمية لأن حضرتك اتأخرت يبقى أنا عندي فوائد التأخير دي هي فايدة للكنبيالة عن المدة التي تم التأخير فيها يعني 3 شهور حضرتك اتأخرتهم دول لو كان الراجل ده خد فلوسه في معاده العشر تلاف جنيه لو التاجر خدهم في معاده كان هيجيب بيهم بضاعة ويشغل البضاعة والبضاعة تكسب فهنا حضرتك ما دفعته لوش في معاده إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن الراجل ده تضرر فبالتالي لازم يكسب أو يستفيد بفوائد التأخير اللي هو يحملها على المدين طيب المدين تأخر يبقى لازم يكون لي حل إيه الحل؟ إن المدين ده يعاقب أو يحمل بفوائد التأخير ليه؟ فإن لو سيبنا كل واحد يتأخر براحته في ناس كتير جداً هتقولك تابو إيه المشكلة؟ أنا مش هدفعهم لوقتي أنا أشتغل أنا بفلوس الناس وحضرتك لما تجيني فلوس براحته ولما أنا يجيني بقى مزاجي أبقى أدفع؟ لا طبعاً يبقى هنا أنا اضطريت إن أحمل المدين فوائد تأخير كشيء من تعويض عن الجزء اللي أنا ما كسبتوش يبقى هنا الفوائد التأخير دي هتضاف على القيمة الإسمية للكمبيالة تقوم تعمل إيه للقيمة الإسمية للكمبيالة؟ قلت لي هتزود القيمة الإسمية للكمبيالة؟ يعني لو أنا عندي الكمبيالة كانت بعشر تلاف وحملتها بفوائد تأخير تلتمية أصبح المدين هنا هيعمل إيه؟ هيدفع عشر تلاف وتلتمية طيب لو أنا بقى معايا كمبيالة والمدين ده أنا معرفوش ورحت بطالبه في واحد سبعة اللي احنا اتفقنا عليه لو سمحت من فضلك أنا عاوز الكمبيالة بتاعتي فرفض وحتى ما تدنيش أي مهلة فبعمل حاجة في المحكمة اسمها إجراء إثبات توقف المدينة عن السداد أو عدم الدفع اللي هو اسمه محضر البروتوستو الكلمة دي كلمة البروتوستو بروتوستو اللي هي إثبات توقف المدينة عن السداد وبالتالي بيتحمل فوائد التأخير ولما بياخد معاد جديد زي ما احنا لسه كنا بنقول هيبتدي إيه اللي يحصل هيبتدي يحصل معاه إن لما هيجي يدفع مش هيدفع قيمة البروتوستو لا خلاص المرحلة دي احنا تجاوزناها هيدفع قيمة البروتوستو مضافا إليها فوائد التأخير وطبعا اللي هي مصاريف البروتوستو يبقى احنا اتفقنا إن هنا المدين هيتحمل بالقيمة الإسمية للكمبيالة ومصاريف البروتوستو وفوائد التأخير تاني موضوع البروتوستو ده اللي هو إجراء بيتخذه الدائن في المحكمة أو محضر بيعمله في المحكمة لإثبات توقف المدين عن السداد اللي هو قولك الدائن برطس المدين يعني عمله بروتوستو اللي هو إجراء توقف المدين عن السداد الدائن اللي بيعمله وبعدين بيضيف مصاريفه على المدين يعني البروتوستو ده تكلف 50 جنيه تكلف 70 جنيه الدائن بيعمله هو بيتحمله وبعدين بيضيف المصاريف بتاعته على المدين طيب زي ما خدنا الحالة دي تعال بقى نشوف حالة عكسية لها حضرتك كنت كاتب الكمبيالة بتاعتنا يوم واحد واحد تمام والكمبيالة دي بقى 10 تلاف وتستحق بعد 6 شهور فكان تاريخ الاستحقاء بتاعت 1-7 جئت حضرتك في 1-3 أو 1-4 بطفر يعني قبل تاريخ الاستحقاء والفلوس جهزت معك وحضرتك مش عايز يبقى عليك دين وعايز تسدد هتروح للدائن تقول له حضرتك أنا عاوز أسدد قبل معادي يبقى أنا كده هسدد القيمة قيمة الكمبيالة قبل موعدها أم الدائن قالك لو أنت عملت كده أنا هعمل لك خاص ولا يأكل الخاص بده 10% يبقى هنا بيبتدي الدائن ياخد أقل من القيمة الإسمية اللي كانت مكتوبة في الكمبيالة يعني إيه أقل؟ مش أنت قلت لي أنها هيعمل لي خاص والخاصم ده يزود الفلوس ولا ينقص الفلوس قلت لي دايما الخاصم بينقص حتى أنت لما تيجي تشتري حاجة عليها خاصم بتاخدها بأقل من تمانها كذلك الكمبيالات لو أنا هعمل خاصم على الكمبيالة فأكيد هدفع أقل من المفروض كنت هدفع يعني حضرتك لو أنا سأعمل لي خاصم على الكمبيالة 500 جنيه وكانت القيمة الإسمية بتاعتها كانت 10,000 جنيه إيه اللي هيحصل معاك؟ هتقول لي العشر تلاف دول إيه اللي هيحصل فيهم؟ أنا هدفعهم قبل معادهم وليكن بتلت شهور فخاصم لي 500 جنيه يبقى أنا هدفعهم كام؟ قلت لي 9,500 أقول لك ظهر معانا حاجة جديدة اللي هي إيه؟ بقول لحضرتك أن زي ما كان فيه حاجة اسمها قيمة إسمية اللي هي قيمة الورقة التجارية في موعد استحقاك اللي هو كان 1,7 هتدفع لعشر تلاف جنيه كاملين يبقى لعشر تلاف جنيه في واحد سبعة هتدفعهم كاملين طيب خد بالك هنا بقى أنا دفعت قبل ما عادي قبل ما عادي وبالتالي الدائن هيقدر يستفيد بالفلوس دي ويشغلها فعشان يستفيد بالفلوس ويدخلها في شغل تاني أم عامل لي خاصة تمام؟ يبقى هنا الخاصم ده عبارة عن إيه؟ الخاصم ده عبارة عن تخفيض أو فايدة المدة اللي أنا هستفيد بها بالفلوس وتضطرح من القيمة الإسمية عشان تنصها يظهر عندي أو ينشأ عندي قيمة جديدة اسمها القيمة الحالية اسمها إيه بقى؟ القيمة الحالية يعني بقى أنا كده عرفت حاجتين في حاجة اسمها القيمة الإسمية للكنبيلة أو للدين حاجة اسمها القيمة الحالية طيب مين فيهم أكبر؟ أقولك دائماً القيمة الإسمية أكبر لأن دي الأصلية دايما القيمة الإسمية أكبر لأن دي الأصلية طيب والقيمة الحالية هي أقل من القيمة الإسمية يبقى إيه هي القيمة الإسمية؟ هي قيمة الدين أو قيمة الورقة التجارية في موعد استحقاقها في موعد استحقاقها طيب يعني لو الكنبيالة دي تدفعت في معادها تدفع عشر تلف بس عنديش مشكلة ولا يزيده ولا يقله يبقى الكنبيالة هنا أو القيمة الإسمية هنا قيمة الدين في موعد استحقاقها طيب إيه بقى القيمة الحالية؟ القيمة الحالية للورقة التجارية هي قيمة الدين قبل موعد استحقاقها ودي الحقيقة موجودة كتير جدا في سوق المعاملات أو في التعاملات المالية بين الدين والمدينة إنه واحد يبقى واخد بضاعة هيسفع فلوسها بعد سنة يلاقي فلوسها جهزة ما قولها تعالى بقى أعملي خاص يبقى هنا القيمة الحالية هي قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها طيب حضرتك عاوز إيه من القيمة الحالية هنا قلتلي أنا كده عاوز خاص يبقى إيه هو الخاصم هنا؟ الخاصم هو الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية للورقة التجارية يعني حضرتك لو الكيمة يلب عشر تلاف وحضرتك روحت بدري ودفعتها فدفعت تسعة تلاف وخمسمية يبقى حضرتك استفدت أو اتخصم لك أو كسبت خمسمية جنيه طيب هنا الخاصم بالنسبة لك ده يعتبر مكسب طيب بالنسبة للداين يعتبر خسارة أو تخفيض عن التمن اللي هو كان متفق عليه أو القيمة اللي كان متفق معك عليها تقولي طيب هو كده بيخسر أقولك لا هو مش هيخسر هو خفض لك جزء صغير في مقابل أن ياخد الفلوس يشغلها في دورة نقدية جديدة ما خلاص هو هياخد منك التسعة تلاف وخمسمية بدل الكام بدل العشرة التسعة تلاف وخمسمية هيشتري بيهم بضاعة في خلال التلات شهور لو البضاعة كسبت خمسمية جنيه لو البضاعة كسبت سبعمية جنيه يبقى دي الخمسمية اللي هو الدهم لك وهو كمان كسب متين يعني دي حاجة اسمها تكلفة الفرصة البديلة هو قدر يضحي بجزء علشان يكسب جزء آخر طيب الخصم ده بيتحسب ازاي او القيمة الحالية دي بتتحسب ازاي قال لي ان الخصم عبارة عن القيمة الاسمية مضروبة في المعدل المتفق عليه بينك وبين الدائن مضروبة في مدة الخصم ايه هي مدة الخصم اللي هي الفرق بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق ده احنا كده دخل معنا موضوع جديد اللي هو تاريخ الخصم ده قلتلي ايوة يبقى انا كده اتكلمت معاك من بداية حلقتنا في تلات تاريخ الكنبيالة تاريخ الاستحقاق وتاريخ التحرير وتاريخ جديد علينا اللي هو تاريخ الخصم مدة الخصم بتحسب ازاي او تاريخ الخصم ده عبارة عن ايه وفيه ناس بتسميه تاريخ القطع تاريخ الخصم او تاريخ القطع ده هو التاريخ التي قدمت فيه الكنبيالة للخصم يعني انا هدفعها قبل ما عادها بقى الدائبة هو ده تاريخ الخصم اللي الكنبيالة تقدمت فيه فهتقول لي ايه هتقول لي لو انا الكنبيالة اتحررت في واحد واحد 2021 وتستحق في واحد سبعة 2021 بس والله انا جيت خدت الكنبيالة دي في واحد اربعة وروحت دفعتها يبقى ده اسمه تاريخ الخصم اسمه ايه تاريخ الخصم يبقى مدة الخصم هنا ايه شهر اربعة وشهر خمسة وشهر ستة كم شهر تلات شهور يبقى مدة الخصم هي المدة المحصورة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق يبقى انا كده عرفت ان عندي الكنبيالة لها تاريخ تحرير اللي هو التاريخ اللي تم كتابة هذي الكنبيالة فيه ولها تاريخ استحقاق اللي هو اليوم اللي المفروض الكنبيالة تدفع فيه ولو انت بقى هتدفع بدري دخلتنا في حاجة كمان اسمها تاريخ الخصم علشان اقدر احسب مدة الخصم اللي هي المدة اللي حضرتك دفعتها قبل ما عادها نبقى انا كده عندي تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق وتاريخ خصم ومدة الخصم يعني المدة المحصولة بين التاريخ طيب زي ما حضرتك قلتلي الخصم يتحسب ازاي قلتلي الكيمة الاسمية في المعدل في مدة الخصم اصبح القيمة الحالية بتاعتي بيسوي القيمة الاسمية ناقص الخصم القيمة الاسمية ناقص الخصم يعني لو الكنبيالة بعشر تلاف زي ما انا قلت هنخصم خمسمية جنيه يبقى القيمة الحالية بتاعتنا بكام بتسعة تلاف وخمسمية يبقى القيمة الحالية بتاعتي بتسعة تلاف وخمسمية ودايما القيمة الحالية دي بتكون اقل من القيمة الاسمية يعني دايماً القيمة الحالية للدين أو الكمبيالة بتكون أقل من القيمة الاسمية نرجع بقى نشوف مع بعض الكمبيالة ونلخص الكلام اللي احنا قلناه في صورة مكتوبة بقوله إن الكمبيالة عبارة عن إيه؟ الكمبيالة دي عبارة عن أمر كتابي أو محرر كتابي يحرره الساحب الساحب هنا اللي هو الداء يحرره الساحب اللي هو الداء إلى المدين أو المسحوب عليه بيأمره فيه بدفع مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد وذلك بعد مرور فترة معينة أو عند الإطلاع طيب بمناسبة عند الإطلاع دي لو الكمبيالة ملهاش موعد استحقاق اللي هي بمجرد النظر أو عند الإطلاع دي خد بالك ما قدرش أخصم الكمبيالة دي ما قدرش أقطعها ليه؟ لأن من شروط خصم الكمبيالات أن يكون لها مدة أنا هنا عشان أخصم كمبيالة لازم أشوف الكمبيالة دي لها مدة الكمبيالة دي لها مدة ستة شهور لها مدة عشر شهور نرجع تاني نشوف إيه هو الخصم الخصم أو قطع الكمبيالة هو سداد قيمة الكمبيالة أو الورقة التجارية قبل موعد استحقاق طيب إذن لازم يكون في موعد استحقاق طيب أي كمبيالة لها موعد استحقاق تصلح للقاطع أو تصلح للخصم طيب فيه كمبيالات اسمها كمبيالة عند الإطلاع يعني إيه عند الإطلاع؟ يعني مجرد ما ورها لك عايز فلوسها طيب هل هذه مدة؟ لا دي مدة دي كده؟ لا دي مش مدة دي أنا ممكن أكتب الكمبيالة أو تاني يوم أقول لك لو سمحت أنا عايز الفلوس دي ليه؟ لأنها اسمها كمبيالة عند الإطلاع فما أقدرش أخصم هذه الكمبيالة ليه؟ لأن ليس لها مدة استحقاق يبقى من شروط خصم الكمبيالة أو قطع الكمبيالة أن تكون الكمبيالة لها مدة استحقاق يبقى هنا الكمبيالات المسمى بكمبيالات عند الإطلاع أو أوراق تجارية عند الإطلاع لا نستطيع خصمها أبدا ليه؟ بقى إيه السبب؟ قلت لي عشان ملهاش مدة ومن شروط خصم الكمبيالة أن تكون لها مدة طيب نرجع تاني للتعريف بتاع الكمبيالة تاني ولكن الكمبيالة أمر كتاب يحرره الساحب أو الدائن إلى المدين لو المسحوب عليه يأمره بدفع مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد بعد مرور فترة معينة يبقى إحنا اتفقنا كده أن دي كانت تعريف الكمبيالة أطراف الكمبيالة بقى أطراف الكمبيالة ساحب ومسحوب عليه ومستفيد أطراف الكمبيالة إيه تاني؟ الساحب اللي هو الدائن الشخص اللي بقى البضاء والمسحوب عليه اللي هو المدين والمستفيد اللي هو الشخص اللي هيصرف الكمبيالة طيب هل في حد ينفع يصرف الكمبيالة غير الساحب؟ قلت لي كنت ممكن لو أنا ليا كمبيالة عند الشخص سيني ليا مثلا كمبيالة عند علي الكمبيالة اللي أنا كتبها على علي هاخدها في واحد سبعة زي ما اتفقنا فجالي حسين عاوز مني إيه؟ عاوز مني فلوس عليا ومتواخد الكمبيالة بتاعت علي قلت له يا حسين أنت هتروح لعلي تصرف منه الكمبيالة ده يبقى أنا عملت إيه؟ نقلت ملكية الكمبيالة من يدي ليد الأستاذ حسين أصبحت الكمبيالة من؟ ملك للأستاذ حسين بدأ يظهر للكمبيالة شخص جديد بدأ يظهر للكمبيالة شخص جديد عايز أعرف العملية دي اسمها إيه بقى؟ دي اسمها عملية التظهير يبقى هنا الكمبيالات أو الأوراق التجارية بتنتقل من شخص لشخص عن طريق التظهير يبقى هنا دخلنا في عملية جديدة اسمها عملية تظهير الأوراق التجارية التظهير ده يعني إيه؟ يعني بنقل ملكية الكمبيالة مني لشخص آخر عن طريق كتابة صيغة على ظهر هذه الكمبيالة لذلك تسمت إيه؟ تظهير لذلك تسميها إيه؟ تظهير يبقى التظهير ده نقل ملكية الكمبيالة من شخص إلى شخص آخر دي عملية التظهير طيب التظهير ده ليه أنواع؟ ليه أنواع؟ فاكرين لما قلنا إن أنا خصمت الكمبيالة؟ لما خدت كمتها قبل معادها؟ طيب أنا كنت ممكن مخصمش الكمبيالة عند صاحبه كنت ممكن أخصم الكمبيالة عند البنك عند الإيه؟ البنك أو لو أنا بتعامل مع البنك بتاعي والبنك بيقدم لي خدمات طبعاً فقال لي ما تتعبش نفسك وأنا أبقى حصلك هذه الكمبيالة فالبنك ياخد مني الكمبيالة يروح يحصل هذه فأنا محتاجاً الملكية الكمبيالة دي للبنك علشان يقدر يتصرف فيها قانوناً ويحصلها فبكتب له صيغة على ظهر الكمبيالة لأن الكمبيالة دي تعتبر بتاعتك لحد ما تحصلها وتضيف قيمتها على حسابي الجالي لذلك أنا عايز أعرف أنواع التظهير في تظهير تأميني في تظهير تأميني وتظهير توكيلي وتظهير تام نائل للملكية التظهير التام نائل للملكية ده الأول عشان نشوفه خلاص أنا بتنازل لحضرتك عن الكمبيالة مطلقة أنت كان لك عندي فلوس وأنا معايا كمبيالة على علي ولك والله يتفضل الكمبيالة دي خدها ليك عشان تقدر أنت تصرفها من علي وتاخد فلوسك بتاعتي يبقى أنا نقلت لك ملكية الكمبيالة نائل تام بقت بتاعتك تتصرف فيها بقى يبقى دي اسمه تظهير تام ناقل للملكية طيب في حالة جميلة جداً برضو من أنواع التظهير يقول إيه لو أنا عايز أخد قرد عايز أخد قرد فبقدم ضمانات لهذا القرد أخد بالك يعني أنا مثلاً عايز أخد قرد 20 ألف جنيه فالبنك بيطلب مني ضمانات علشان أسدد هذا القرد الحقيقة من ضمن الضمانات دي الضمانات دي في البنك اسمها تأمين ياخد حاجة اسمها برسم لإيه؟ التأمين فبقدم الكنبيالات دي برسم التأمين فده اسمه تظهير تأمين تظهير تأمين هنا الكنبيالة قدرت تكون أصل بقدمه للبنك علشان يضمن حقوق لحد ما معادها ييجي وبعدين إيه؟ نبتدي نتعامل مع بعض يبقى فيه تظهير تام وتظهير توكيلي التظهير التوكيلي اللي أنا بكتب على ظهر الكنبيالة أن البنك له الحق أو مع توكيل مني أنه يحصل قيمة هذه الكنبيالة وطبعاً بيضيف رصدها للحساب الجاري مقابل عمولة طب العمولة دي بالبنك يحسبها إزاي؟ بيقول القيمة الإسمية للكنبيالة في نسبة العمولة اللي احنا متفقين عليها مع البنك واحد في المية نصف في المية حد أدنى خمسين جنيه حد أدنى عشرين جنيه زي ما هيكون الاتفاق بيني وبين البنك يبقى أنا هنا عرفت من أنواع التظهير التظهير تام من ناكل للملكية والتظهير التأميني والتظهير التوكيلي وطبعاً عرفت أني بقدم الكنبيالة دي كضمان عشان أحصل على كرد طيب في حاجة كمان إحنا اتفقنا كده في أطراف الكنبيالة ساحب زي ما إحنا شايفين على الشاشة أطراف الكنبيالة الساحب والمسحوب عليه والمستفيد الساحب والمسحوب عليه والمستفيد عندي كمان بيقولي إذا كان المستفيد هو الساحب المستفيد هنا هو الساحب يبقى أنا عندي كم شخص أو لك شخصين اتنين الساحب والمسحوب عليه لأن الساحب نفسه هو المستفيد بتكتب عبارة لأمرنا ادفعه لأمرنا يبقى يكتب عبارة ادفعه لأمرنا علشان أنا الساحب هو المستفيد في حاجة كمان مهمة جدا اسمها السند الإذني إيه الفرق بين السند الإذني والكنبيالة؟ إحنا عرفنا هناك يا جماعة لما جينا نتكلم عن الكنبيالة إن الكنبيالة مين اللي بيحررها الدائن؟ الراجل بتاع الأدوات الكهربية اللي حداك روح تتجيب منه الغسالة بيبقى عنده في الدرج بتاعه كده دفتر كمبيالات يوم يطلع الدفتر من عنده كده هو الدائن هو اللي جايب الدفتر أو جايب الكنبيالة بتاعته ولك لو سمحت مضيلي على الكنبيالة دي يبقى في الكنبيالة يحردها مين؟ الدائن في بقى حاجة اسمها السند الإذني السند الإذني ده اللي بيحرره المدين اللي بيحرره مين؟ المدين يبقى تعريف السند الإذني ده هو تعهد كتابي من المدين إلى الدائن بأن يدفع له أو لأمره مبلغ معين في تاريخ معين أو عند الطلب ده السند الإذني طيب عندي كمان حاجة مهمة جدا جدا في موضوع السند الإذني اللي هي أطراف السند الإذني أطراف السند الإذني هنا هم طرفين الدائن والمدين الطرف الدائن الراجل اللي ليه الفلوس صاحب الأجهزة القهربائية زي ما قلنا ده اسم طرف دائن المدين الراجل اللي عليه الفلوس اللي هو حرر أو وقع على السند الإذني يبقى هنا عندي من الأوراق التجارية قالك كنبيالة قالك سند إذني اللي اتنين لهم طبيعة واحدة إن لهم تاريخ استحقاق هيتدفع فيه وممكن يكون لقيمة اسمية وممكن يكون لقيمة حالية يبقى دايما الكنبيالة والسند الإذني لهم طبيعة واحدة إن الاتنين أدوات اقتمان أدوات اقتمان حضرتك تاجر من اسكندرية بيتعامل مع تاجر من القاهرة بياخد منه البضاعة وآخر الشهر بيروح يقديره الفلوس بتاعته فهنا عايز يأتمن عايز يضمن أو يكون عنده أداة اقتمان ممكن يحرر كنبيالة أو يحرر سند إذني طيب عندي كمان في موضوع السند الإذني مين هو الدائن؟ في السند الإذني مين هو الدائن؟ أقولك الدائن هو الشخص الذي حرر السند لمصلحته الشخص الذي تم تحرير السند لمصلحته هو مين؟ الدائن الراجل اللي لديه الفلوس طيب مين هو المدين؟ المدين هو الشخص زي ما احنا شايفين المدين هو الشخص الذي تعهد الشخص الذي تعهد وقام بتحرير السند ووقع عليه بنفسه يبقى ده الشخص لإيه؟ المدين يبقى أنا كده عرفت أنه عندي في أطراف السند الإذني في دائن وفي مدين أطراف السند الإذني في إيه؟ دائن وفي مدين الدائن الشخص اللي ليه الفلوس وقبل السند الإذني ده أما المدين بيكون شخص عليه فلوس وهو اللي حرر السند الإذني أو هو اللي عمل السند الإذني يبقى لما أقولك بقى الفرق بين الكنبيالة والسند إن الكنبيالة لها ثلاث أطراف دائن أو الساحب والمدين اللي هو المسحوب عليه والمستفيد أما السند الإذني لطرفان اللي هو الدائن والمدين عندي كمان حاجة مهمة إزاي بيتم تدول الأوراق المالية ودي قلناها بس عشان نشوفها على الشاشة مع بعض تدول الأوراق المالية يتم تدول الأوراق المالية بين التجار ونقل الملكيليتها من تاجر لآخر عن طريق عملية التصجير عن طريق عملية التزهير وقلنا التزهير إيه هو بقى التزهير نقل ملكية الورقة التجارية من شخص لآخر عن طريق كتابة صيغة على ظهر الورقة التجارية طيب وكمان اتكلمنا عن أنواع التزهير قلنا أنواع التزهير تزهير تأميني تزهير توكيلي تزهير تام ناقل للملكية طيب عندي في المعاملات التجارية بيتم بيتم التعامل بالأجل أو بالاقتمان لذلك استعرضنا النهاردة في حلقتنا الأوراق التجارية والأوراق الأوراق التجارية ممكن تكون أداة وفاة أو أداة اقتمان وإن شاء الله نكون درنا نبسط لكم موضوع الأوراق التجارية وعلى أمل وعلى وعد بلقاء جديد في حلقاتكم في برنامج في بيتنا مدرسة هذا الفات ينتبه في حلقتنا نتبه في حلقتنا وين Brandان اشتركوا في القناة